لم تغنى هذه الأغنية في ذكرى ثورة أكتوبر اليوم مرت الذكرى على العاصمة المؤقتة عدن دون احتفال رسمي أو عرض عسكري لأول مرة مرت الذكرى يأتيمة إلا من فعالية جماهيرية في ساحة العروض نظمتها تكتلات سياسية وعرض عسكري نظمه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إذن تغيب الدولة وتحضر الميليشيا في عاصمة يقول تحالف إنه حررها من الانقلابيين وسلمها للشرعية لكنها بالفعل تعجز عن الإقامة فيها أو إحياء أي مناسبة وطنية ربما لا يريد من يحكم عدن أن يسمعها مدوية برعي استعمار من أرض الأحرار لأن البعض قد يصرخ بها اليوم معبرا عما لا يستطيع التعبير عنه علنا لسيما في ظل قمع الحريات في عدن وامتلاء السجون السرية بالمعارضين اكتفى رئيس الجمهورية بكلمة ألقاها من مقر إقامته بالرياض كلمة أثارت صدا واسعا بين اليمنيين خصوصا ما ختم به الرئيس باللغة الإنجليزية نحن هنا أين أنتم؟ لكن هذا التهديد أو الإصرار كان سيفهم لو كان يقوله من عاصمته عدن أما من الرياض فيعده البعض فاقدا للقيمة هيئة الأركان في مأرب أقامت عرضا عسكريا احتفالا بذكرى ثورة أكتوبر وفي تعز أيضا أقامت السلطة المحلية حفلا جماهيريا بالمناسبة أما في رتفان فقد أقام الحزام الأمني عرضا عسكريا ارتفعت فيه أعلام التشتير والإمارات إذن غياب لرمزية الدولة وحضور للميليشيات والأجندات الخاصة في مناسبة يفترض أن تكون إطارا جامعا لليمنيين وتعزيزا لاستقلال سيادتهم الوطنية يتكرر التاريخ وللأسف الجزء المظلم منه وساية خارجية على عدن واختطاف للإرادة الوطنية والقرار الداخلي في ظل ارتياح المسؤولين اليمنيين للإقامة في عواصم من يختطفون قرارهم ويصادرون استقلالهم